اشتركوا في القناة مرحلة استينافية معنا الام ديالو اللي غا توفينا بجديد الجلسة والتفاصيل ديالو وفي الوصلات سلام ماليا كان جلسة من جلسات يعني المحاكمة ديال قدية ديال ابن ديالك اللي كتقول انه تقتل على ايد يعني الاصدقاء ديالو المرحلة الابتدائية كيف ما اعرفون غربك يعني انتهت وتم يعني تبرئة المتهمين وعدم مؤاخدتهم مرحلة استينافية يعني ده زوائد جلسات مرة كي حضر متهم مرة ما كي حضرش تبدلت الهيئة وكذلك تبدل حتى الدفاع ديال احد المتهمين فينا نعرف وتفاصيل ان شلسة الاخيرة سلام عليكم اخت سعيدة الجلسة كانت مهار 13 شهر واحد الاسبوع بالفت اول مرة تناقش من بعد طماطول ديال عام ونص طماطول ممكن قصب طماطول ما كي جيتا واحد حتى اطريت انا من دير عون قضائي كما قلت لكم و باشو لو كي حضروا ذكو الربعة ابخي كل مرة كي حطوا شواهد طبية كيتنوهو لكن المتهم رئيسي مع مره حضر ولا جلسة حضر لها و دارت في حقوق المستر الغيابية يعني هذا التذكير للناس اللي ما قيم عارش دارت في حقوق المستر الغيابية هو خارج الوطن ما كينش و اول جلسة كنقول الحمد لله دائما نربي معنا الحمد لله و اخيرا يعني كانت قالوا الجلسة نهار 13 شهر واحد الاسبوع اللي فات قالوا بانا غايكون نقاش غيتناقش غادي تحكم في نفس النهار بقينا النهار كامل و احنا في المحكام من العشرات الصباح حتى لتسعود اللي تقريبا بدأت لانا كانوا ملفات قبل منا تسالوهم بدأ الملف ديالنا معا تقريبا ستا سالينا معا تسعود تقريبا ما كانش الحكم في ذاك اللي يعني كان نقاش تبكي معلك في هذي جزء دويت بكيت مشي دويت بكيت لانا عندي المحامية اللي هذر لكن بكيت تمنيت نهذر اه اي امي تلها ولدها ولا قتلو لها ولدها وموتها من واقفين حداك وكتسمع شي حويج ما عجبينك شو لا كتبغيت هذري لكن احترام الهيئة الموقرة والمحكامة الموقرة ما يمكن ليش قانون هذا هو القانون ما عنديش مندير ما دبيا نهذر ما دبيا ندفع لولدي ما دبيا نقول دا كل قضيوات لك تقولو بابا تكلم مع الوكيل كل فيقصي نقولو نقولو تح نقز الفيديو ديا الولدي كيموتو كيخخر ما دبيا نقول انا هاتشي هكا بفمي انا بلا محامي بلا والو لكن القانون كيمشي على الجامعة يعني ضروري اي حاجة الاستاذ المحاميين دياولي هما اللي غادي يقولوها لكن زي ما انا من قلبي ما كرتش هو ما شيء دارت غير بكيت اول مران بكي في المحكمة اه كتلوهم سمحولي ايا يعني كتلوهم سمحولي ايا قالوا يا هالعودو اللي يخليك كتلو يسمحولي ايا اه طالت منهم سمحة اه كتلوهم سمحولي ايا ركبتي هديك بكيت هاد الجلسة بكيت يعني ما له ستريس من الصباح يعني من الصباح هنا في المحكمة من عشرات الصباح ما قدرش تنمشي الانطار قال الكزامي يعني كين الوقت تمشي وما بين نسالي وميل فاتها وترجعوا قالوا ناغا نبدو مع ثلاثة أستقنة ستما فيها بس لكن كانت متوترة بزاف وشربت بزاف دمهدئات ولكن بكيت بزاف والحمد لله يعني كنقول الحمد لله على كل شيء كنقول الحمد لله كانت مننا ناخد حق امين باش هو يرتاح في قبره وحنا نرتاح وحنا ما مرتاحين شو ما نكذب شعلك أنا رمي كان خرج نظار ولكن نعود لكم وبتفاصيل وكل مرة كانوا فيكم بالجديد لأن كيني الأمهات وكيني أباء يعني لس كنت أنا على ولدي رأي قدر يموت تغداول فلان وفلان تخدر سوقع لولدك يعني مش غير ولدي مخصناش نسكتو على بحل هات شيء المهم اللي في الجلسة اللي وقع الهيئة هي اللي أمرات بأن يتم السدعاء الأطباء اللي شرحوا ولدي اللي هما ثلاثة رئيسة ديالهم طبيبة من شاء الله نهار واحد وثلاثين غايت يتم الاستيماع ديالهم يتم مناقشة الملف مع زائد طبيب آخر حط رأي دياله طبي وتم السدعاء دياله تهو غادي حضر نهار واحد وثلاثين وهالطبيب اللي كنقول لك ما شفش جوتة ما عينها ما شفت صور دياله ما شفت حاجة بخلصة نقول لك شاهد ما شفش حاجة ما عينش لا جوتة ما شف جوتة دياله ما شرحها صعيب علي بش كنقول ما شرحها والله إلا كنتقلم شوفي أنا كن هضر واقفة ولكن بش كنقولي شرح والدي ودر والدي صعيب اللي يقصها منذ الله العلي العظيم الأمهات ولا بأ ولا قد يحسوا بي ما شافش الجوتة ودر رأيه طبي وتحطات في الملف واش هاد الرأي تتخذ بعين سمحيليا هاد الرأي طبي لدر بدون أمر من نيابة العامة شد بدون أمر قضائي سمحيليا بدون أمر قضائي حطة هاد الرأي طبي والهيئة يعني ما عندي من دير الهيئة طلباته بأنه يعني وافقه المحاميين دي المتهمين وافقه بأنه يحضر فما مش مشكل وخيحضروا حتى جوجولة ثلاثة ولا أربعة ما كانت مشكل الأطباء اللي شرحوا لديرها أحمد لله غاد يحضروا نهار واحد وثلاثين والحقيقة غاتبان وغان نرتاحوا إن شاء الله وكنت منه وغير العدو الإنصاف باش تبدأ الحقيقة وبنت نعرفوا لدي كيفاش ما تعلاج أنا ما كانت فكرت شريح طبي بأن والدي تلقى عدة ضربات على الرأس والمخ دياله يعني عدة ضربات والضربة اللي قتلتو هي الضربة المباشرة على الرأس ولكن عنده عدة ضربات المخ دياله خرج أغتي ساعدها المخ دياله خرج من غير وخدش بالأظافر لكن الضربة اللي قتلتو هي ضربات الرأس عدة ضربات والضربة المباشرة على الراس المخد يا لورا خرج الله يرحم وحسني إليه أنا إلى وقفة رب جهد الله وكنت مننا من الله ينصفني أنا هاد الأم المكلومة ما شا نقول لك عندي غير الله وكن طلب غير الله والله هو اللي وقف معنا نهار لول نقول لك عندي شي حدولة وقف معنا غير الله كنت مننا من الله ينصفنا ونأخذه حق آمين يا ربي كنت مننا من هذه الآيئة المحقرة تحكم بالعادل وتنصفني لا أطالب بالشيء لا أطالب بالشيغل inanصاف والعدالة واسف المجرمين اللي قتلوا لي وولدي توحدنا فوق القانون توحد ما فوق القانون هاد المجرمين اللي قتلوا لي وولدي ياخدوا الجزائدية لهم ويتعاقبوا هذا اللي كنت لب فهنا والله القصام اللي يمصبرني واللي موقفني والله سبحانه الله هو والروح عزيزة عند الله كما خرجوا الأضيوات والفيديو فهذا دليل بأن ربي بغدك الروح تنصف وروح ولدي بغدت تنصف ربي خلي دليل من غير تشريح تببي هذك الأضيوات وما كيتها في كل الفيديو وأنا إليك توقفة قسمة بالله كانت قاتل مع الزمان مع الحياة مع المرضى ديالي مع الأدوية ما نقول لك عيد نكذبش عليك نقول لك أنا لا أنا لجدت وقفة لكن أنا عيد أنا أنا عيد توحشت ولدي ورضيت بقادة الله توحشت آمين الحابك أنا ما كانت فكرش آمين إياك نقول أنا رضيت بقادة الله وقدره ولكن توحشت آمين تمنيت نهار الحكم يبرد لي قلبي ونمشي عندهم مقبرة ونضيله صدق وارتح ونعيش لدي ديالي ما عشتوش ما حسبي الله والنعمى الوكيل حسبي الله والنعمى الوكيل كانت منا مع مري قلت نقول لك أنت منا يجربوا واتوك اللي قتلوا ولدي لهم ولا والدي ومي جربوا لألام اللي كنعيش فيها أنا كل نهار كانت منا يجربوا ويحسوا والتوحد كنقول لا التوحد ما فوق القانون ولو نموت في باب المحكامة أنا قمت بع القضية ديال ولدي حتى النقد حقوه إن شاء الله بإذن الله ودرجات التقادرة باقي ما سالينش وإلى ما كنش العدالة الدنيوية ركي العدالة إلهية ما كينا فيها لبك تحبيل نفوت كي الله سبحانه الله وغي يخذ لي قتالة ومتلت الله يرحموا لي دفعات النهار ودعوهم عينا تنصف أنا فعلا عيد أنا عيد مكذبش ولكن وقفة على قبل آمين أختي سعيدة كل شهر خصني ندخل مستشفى حتى إلا ما دخلش مستشفى كل شهر خصني نشوف طبيب ديالي ثلاثة مرات أختي سعيدة أختي سعيدة كان نحضر الجلسات ما كانت الجلسة تكون أغدليه نقدرني في طيارة الليل باش نوقف باش نحضر عامو نسك يدو في يو يجيو أكيدهما ما معلابه مش محسينش ولكن حسبي الله سبحانه الله حسبي الله نعمى الوكيل حسبي الله نعمى الوكيل اللهم إني مغلوبة فانتصر هات شهر خصني اللهم إني مغلوبة فانتصر الله يسمعك خبار الخير اشترك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد اشترك في القناة